رضاي عليك بكل وقت موفقة بدي هذا أول عيد إلنا من بعد الأرس حابب كون أول واحد بيدهلك الألوان على وشك يا ميت وخليني يشوف مين رح يتجرق يوقف بطريقي ويسبقني ويدهلك بالألوان أستاذ متسرّ شو ناوي تعمل؟ أولا شي ما في شي عنجد ولا شي ميت أنا عم حاول أتخلص من الدليل اللي بيمسرح الجريمة شو؟ قصدي، أنت عبيتي الطلاب؟ قلبي عم بيقللي إنه معني قده قلبي لازم يحمسني إني يكمل الطريق بس ما عم بيصير هذا الشي أنا ما بعرف ليش شو في بإيديك؟ ما في شي معي عم بتخبي عني شي؟ لا أبدا أكيد قللي شو عم بتخبي عني؟ لا ما في شي معي لا ولا شي خلص خلاص مع شي هي بتكون مفاجأة رح ورجيك إياها بكرة شو هي المفاجأة حكيلي؟ ولا شي ورجيني إيديك لا ورجيني إيديك يعني ما رح تمد إيديك لقدام؟ لو شو ما عملت؟ أنت ما رح تمد إيديك صح؟ لو شو ما عملتي أنا ما رح تمد إيديي لقدام؟ أنت متأكد؟ إي متأكد وإذا طلبت منك هذا الشي حبيبتك مرتا؟ ما رح تمد إيديك لقدام؟ أي حتى لو بتطلبي مني أنا ما رح تمد إيديي لتشوفي المفاجأة طيب وإذا ترجيتها؟ حتى لو ترجيتيني ما رح أعمل هيك قللي إستاذ ما تسرع شو هي؟ ورجيني ورجيني لا ورجيني لا ورجيني أنا قلت مد إيديتنا قدام لا إستاذ ما تسرع ورجيني ميت؟ بدك يعني ورجيكي إيديي صح؟ ها؟ كنت عم تحاولي تحاصريني موهن؟ عم تحاولي تمسكيني صح؟ ميت؟ شو صار؟ ما قدرت تمسكني ميت؟ بكرة رحكون أول واحد بدهلك الألوان على وشك لا هواسينك خليك ساكت وما في داعي تعمل شي أنت ترك علي ولا تقلق عفوا؟ بكرة في احتفال بالعيد ميت رح ترجع عن قرارة لوحدها بس.. لا تنسى إنه هي صارت واحدة من عيلتي هلا وأنا بعرف كيف استغل الموقف لا تقلق أبدا هي بنت عنيدة ما رح تستسلم إلا إذا بتروح عزيمتها بس هاي المرة اعتمد علي أنا رح أعمل شي خليها تتراجع عن قرارة لوحدها أنت تطمن أنا رح خليها تقول قدام لكل إنه ما بقى بدا تصير شرطية ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟